شيخنا بعيدا على هذه التصرفات تلقى بعض المسلمين الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد تلقى قلوبهم حاليا تحتارق لأنهم لم يستطيعوا أداء صلاتهم كما كانوا سابقا فهل من رسالة توجهها إليهم؟ بارك الله فيك الأمين الأصل في الجماعة الأصل في الجماعة الجماعة الأصل أننا نذهب لمساجد كنوصل إلى الجماعة لأن الأصل في الجماعة أننا نقيم صلاة جماعة ولن أجل الجماعة ممكن أي مسلم أن يقيم ذلك في بيته رأنا في نازلة سبحان الله ما قينا لهاش حل يعني أمريكا بجباروتها وبقوتها وبعظمتها يعني ما نقاش حتى دوائل هذا الفيروس سبحان الله العظيم إذن هذا الفيروس ينتشر بسرعة إذن الإنسان لم يكن يذهب إلى الجماعة المساجد المغلاغا أقيم الجماعة في بيتك الإنسان يصلي بالزوجة تعول أولاد ليله زيد تقيم الجماعة في بيتك عندك بزاف أمور يعني يقدر يدرها الإنسان في البيت ومن تلاوة القرآن ربما انطرقوا لها فيما بعد شيخنا هل ممكن أن نقول أن نيتهم تبلغهم الأجر لأن ترك الجماعة هنا لم يكن بيدهم إنما كان أمر يعني فوق طاقتهم فممكن يعني نبشرهم بأن حتى مع تضيع الجماعة يقع لهم يعني أجروا صلاة الجماعة وأجروا الخطى إلى المسجد بطبيعة الحال والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوار إذا كانت النية التاعك يعني تصلي يوميا الجماعة وكذا وما أغلقت المساجد نقيتها مغلقة تروح للبيت التاعك ولو صليتها منفرداً فلاكأجر الجماعة بشرق إذا كانت ديدانك الحفاظ على الجماعة ماش يجيبك حنانا نسمعه الناس ما تصليش كامل لما أغلقت المساجد كيف أشغلقوا المساجد كي الناس ما تصليش الجماعة بلك يصلي صلاة فقط الجماعة وكذا ولما أغلقت المساجد أهم غلقوا المساجد وكذا ما شحق عليهم وهذه فتاوي كذا فتاوي السلطان إلى غير ذلك من المبالغات في الكلام إذن لا إذن الإنسان الذي كان ديدانه الجماعة يميني حافظ على الجماعة إذن مدام المساجد أغلقت كتصلي في بيتك مولو مفردا فلك أجر الجماعة ونبي صلى الله عليه وسلم يقول من همى بحسنة وفعلها كتبها الله له بها حسنة ومن همى بحسنة والمفعلها كتبها الله له حسنة إذن الحسنة بعشر أمتالها أضعف مضعفة ولكن إذا همى بحسنة ولم يفعلها كتبها الله له حسنة إذن تكنت عندك نية الجماعة وما قدرش تروح الجماعة بسبب الفيروس كي تصلي وحدك مولفريدا أو تصلي في البيت مع الأهل التارك أجر الجماعة أجر الجماعة أجر الجماعة الله يبقى